السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا بخير كما ترى الفيديو اليوم اليوم سوف نشارك معكم هذا الخبز يجي خفيف يجي خفيف والشكل يجي شباب يجي على شكل حبة يقطين لا يجعل فأسكوا الشكل رهيبين لكم كما حبة يقطين وعندما نطول عليكم سوف نشارك معكم الوصفة والطريقة كيف يشغل انته انا هنا كما ترى انا في فصل الخريف وتوجه نبغى حاجة على الدار كنديرو حاسة او نبغى معه خبز اللي يكون مخدوم في الدار ويكون حامل انشاء ناكلوه به هنا بلما نطول عليكم سوف نذهب للمقادر وطريقة التحضير نبدو بسم الله على بركتي الله كما شفتوا درس كاس الحليب اللي يكون دافي ملعقة كبيرة الخاميره مع ملعقة كبيرة السكر ومعه حبابيت خلط مليح هذا الخالد خلطهم هكا مليح ذاك البيض مع الحليب مع السكر والخاميره خلطهم مليح مبعده ضفت عليهم زوج ملعق كبار لحظه وللحليب غبرة ولحليب بودرة كما سوف نضيفو غير ملعقة وحضة وعندما كنتم متوجهة لا يجب عليكم الحليب ونضيف الفارينة نضيف حوالي كاس تحفرينة سوف نضيف ملعقة صغيرة للملح وخلطهم مليح الخالد حتى تدخل الخالد سائل لكي نضيفه في الفارينة تدريجيا نضيف ملعقة صغيرة هنا خلطهم مليح كما اقول لكم مجدولات خلطهم مليح ثم نضيف الفارينة وشرط وصلت بعض الناس قليل تبس بريوش ولخبز بريوش يعجم مجدد يوجد البريوش وكذا يجب نضيف ملعقة كبيرة ونبدأ ندخلها في العجينة لا نضيف ملعقة كبيرة نضيف ملعقة كبيرة لن تبين العجينة لن تبين العجينة لا تبين العجينة لن نضيف ملعقة كبيرة نضيف ملعقة كبيرة خبزة خبزة كما قلت لكم الحجم انتوما تتحكبوا فيه دجا هنا غادي هادل غادي زيد ويخمرو غادي زيد ويخمرو غادي ينتفرو وفطياب غادي زيدو تاني بس انا بغيتهم هاكا حبات شوية سغى باش ناكلو بيهم وكما قلت لكم انتوما قادرين نديرو واحدة كبيرة ولا كما تبعو هنا كما راكم تشوفو باش نتحصل على هادك الشكل تحبا يقتل انا هنايا استعملت هاكا خيط اللي كون بيان شغنقي وشغل قطحته دورته على شعر من خطره باش ما يقعدش خيطه رقيق وهنا بديت نشكل فيهم كما هاكا شاولا انا هنا الخيطه التعيم درتهش طويل بزيف سفي اللولة درتهم كما هاكا كما احنا نقولو هاكا على ربعة من بعدها عاود زي تكملت كما درت الطريقة اللولة زي تكملت باش نتحصل على هاد الشكل كما احنا نقولو حبه تعيقضين انا كيزت الخيط الزوج المقطع راحلي وهانو هنا هايا الحبات التوعي هنا شوفو بعد ما خمرو كما اقولو لكم غادي زي تضاعف الحجم التاحوم هنا كما اقولو عاود خليتهم غطيتهم خليتهم يخمرو وكيشتهم خمرو هاكا خليتهم حوالي هاكا لاحسب بصدهبو لكا الحالة حامية او لبردة خليتهم انا حوالي هاكا اه 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 اشعرين دقيقة هاكا وبعدها عدك بديت نطليهم اه بصافار حبابي اللي زيت معاها شوية تاع الحليب وهنا كي تبدو تطلو فيهم اطلوهم غير بشوية باش ما تهوضو لهمش هادك الخمور اه اه وهموالا هنية غادي ندخلهم اه فالفرن اللي كان ديجا حامي بسع كيشت غادي نطيبهم ما طيبتهمش على النار اه اه شغل النقص شوية اطيبتهم على مية وثمانين داراجة عفا طيبتهم بس كيما هادا ما يدو لكم شو وقت كبير فالطياب غايتشوفوهم صايا حمارو لكم شوية شوية شعلو عليهم من فوقه باش يطعوكم هاداك اللون الذهبي شباب ويلا كانت الفوق ساحكم يشعل من الفوقه ومن تحته دو كيطيبو لكم كي من تحته كي من الفوقه اه وهاوالا هنية الشكل النهائي تحوهم بعد ما طابوا شوفو انا هنية رفقتهم عا حاسع تاع عادس الاحمر اه شوفو شوفو كيف الجاو خفاف شوفو معليرا نفس الخايف وشيتاء يبغي هادا السوالح يبغي هاكالخفز تاع الدار ولا حاجة نفوتو بيها سوختو كي تكونوا دارين اونسو بولا اه شا نقولكم اخواتي اه وصلنا الى نهاية الفيديو ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم وإلى عجبتكم ما تنسونيش بجان في الفيديو اه ولأول مرة تشوف قناتي نقولك معليك الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا مع السلامة وطالو في روحكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة